هيا يا جماعة صلتوا ليه? انا لسه كنت بخلص شغل بوقتي حالك بفكر بس لسه موصلتش لأي حاجة وانت يا ستة هنا مش نركز شوية مشروع التقرب ده ونتخلص ولا ات مش من هنا اصلا لا لا انا معيكو بس هطلعي بحاجة اوان بوضلكم اهلا يا بيه فكرت في حاجة مشروع التخرج ايه رايك نعمل مشروع انترفيو مع شخصية ملهمة للجديد مين الشخصية ملهمة دي بقى يا نمبر ون محمد ربضان نعم فو ده الشخصية ملهمة انت عايز تموتني ايه عمي انت متنفذ علي يا ليه كده هاس اندولش ده سويس دي بقى ايه يا بنت انت كنت فين كل ده يا عم استنى بس اشوف اخرة الحبل ده ايه انتو شفت الفيديو بتاع قايا قايا ايه قايا ده قلبي يا رب قايا وبحبك قايا وبجد وبقولك قلبي يا رب انهار ازرق الجلدة الجلدة في حاجة غلط فعلا الموضوع بقى اوفر انا نفس اسأل للعيال دي فين اهلهم بالضبط كل الفيديوهات دي بتقول ان هما عندهم مشكلة مع اهلهم مش لقين اللي يسمعهم اللي يحتويهم فبالتالي بيعوضوا مشكلة ظهورهم دي بالفيديوهات اللي بيعملوها ايه بس لازم نراع ان اكيد الاهل بيوفروا بكل السبل حياة طبيعية لولادهم وبيشؤوا بيتعبوا فمش معقول من منطقي ان نكونوا نتيجة كده يعني حياة مش حكاية فلوسه بس الفلوس مش هتخلق وعي لكن التفكير وكلام مع الاهل والنقاش معاهم هو اللي يخلي عندهم رصيد في الوعي بتاعهم مش اي حاجة يسمعوها او يشوفوها يقلدوها والسلام الفكرة ان كل اب وام لازم يوزنوا بين عمالهم برا البيت واجيبهم جوه البيت تجاه ولادهم فعلا زي ما بحق اذاتي ابني كمان ليه حق عليها ان نحتويه وكون صاحبه واسمع منه انت ايه رأي كايز يوسف احنا عملين نلف 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 طب ما تعملوا مشروع تخرج عن الفكرة دي وخلاص نعمل مشروع تخرج عن الاندر ايج ها؟ هي ايه دك راحة فيه مسافرة؟ في كدر يا بابا انزل بس اسبر كدر انا؟ اه انتو شفت الفيديو بتاع كوابك قلبي يا رب بصوا الامستين ها؟ لا مش كدر اللي هو بصوا دي مش بحاجة بحاجة بصوا الامست اخد باك الكم شد لي باشي عبيه ده لا باشي بس ابي ابي مناعي شد الكورس كدر اريد بخش كان فرائز؟ اه ايه يا بيت بيت كل ده؟ يا بيت كله ده؟ 3,2,1